سعد الله أوقاتكم مشاهدين بكل خير أهلا بكم في معرض الصحافة يتيكم مباشرة من الشرق نيوز البداية من جريدة الشرق اليومي بموضيعها التي عنونت بها صدر صفحتها الأولى استرجاع مصانع وفنادق ومحطات وقود مصادرة بأحكام قضائية انتقال ملكية الاستثمارات إلى مؤسسات عمومية أنقذ ألاف العمال من شبح البطالة نفطال استلمت أربع محطات لبيع الوقود وتسليم مصنع الحديد في المسيلة لمؤسسة عمومية إذن إيمان خليف جزائرية من ذهب إشادة عالمية بالإنجاز التاريخي والتهاني تطهاطل على البطلة الأولمبية سجاة يفتك الميدالية البرونزية في نهاية 800 متر بأولمبياد باريس إذن إيمان خليف رئيس تبون كان سند الأول من أجل التتويج بالإضافة لموضيع أخرى في شنيا الدولي الجزائر تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن تأهيل العنصر البشري هو الاستثمار المربح لعصرنة الجيش خلال تكريم أشبال الأمة هي تصريحات للفريق أول سعيد شينغريح بالإضافة إلى ذلك مشاهدين تكريس هيمنة اللغة الفرنسية مقابل دعم اللغة العربية بأتاكيد مؤشرات إيجابية للاقتصاد الجزائري في 2023 المدارس الخاصة ملزمة بتوفير ساحات للعب للأطفال فيما يتعلق بها الدخول المدرسية المقبل من جريدة الشرق اليومي مشاهدين اخترنا لكم هذا الموضوع إذن الذي جاء في أشياء السياسية لفلان يحشي دول مجتمع المدني لإنجاح حملة المترشح تبون وفي التفاصيل دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن بارك ممثلي منظمات المجتمع المدني بكل أطيافها إلى التجند لإنجاح الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون مطالبا الجزائريين بالمشاركة بقوة يوم السابع سبتمبر المقبل والتوجه نحو سندوق الاقتراع وقال بن بارك حسب صاحب هذا المقال في كلمته السبت بمناسبة لقاء الوطني لقيادة حزب جبهة التحرير الوطني مع فعليات المجتمع المدني بالجزائر العاصمة قال إن المجتمع المدني يمثل قوة رائدة في الجزائر لما يضمه من إطارات مؤكدا أن دوره في إنجاح الاستحقاق الانتخابي مهم جدا قائلا الأفلان لا يرى المجتمع المدني كخصم بل شريك في معركة واحدة نتكامل فيها ولا نتعارض بقية التصريحات والتفاصيل تقرؤونها مفصلة في عدد اليوم جريدة الشروق اليوم إلى مقال آخر مشاهدين بنفس الجريدة والذي جاء في الصفحة الرابعة لجريدة شروق اليوم دفتر الشروط الجديد في مرحلتها النهائية وضوابط جديدة لتسييرها المدارس الخاصة ملزمة بتوفير ساحات اللعب والنشاط رياضي حيث تحذر وزارة التربية الوطنية للإفراج عن دفتر الشروط الجديد الذي يسير ويضبط عمل ونشاط مؤسسات التربية والتعليم الخاصة والذي يوجد في مرحلته النهائية حيث تم تعديله وتصحيحه بلاء على مستجدات الساحة التربوية وسيتم بموجبه إلزام المدارس الجديدة بضرورة توفرها على ساحة للعب والنشاط رياضي وإلا ستحرم من الحصول على الاعتماد إلى جانب منح صلاحيات للمفاتيشين والأخذ بتقاريرهم وتحقيقاتهم المنجزة ميدانيا بقية التفاصيل في جريدة الشروق لعددها الصادر بتاريخ الياق إلى موضوع آخر من نفس الجريدة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية استرجاع مصانع وفنادق ومحطات بنزين مصادرة بأحكام القضاء حيث تسارع مختلف الوزرات ومؤسسات الدولة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بمجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد ونقل ملكيتها بمقابل ذقيمة إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية وفي هذا السياق عقد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون اجتماع عمل مع الرؤساء والمدرين العامين لتباحث هذا الموضوع وعن تفاصيله تجدونها كاملة في صفحة الخامسة من جريدة الشروق اليوم إلى الخبر الصادر بتاريخ اليوم إيمان وكيليا وجمال شكرا لكم ذهبيتان وبرونزية للجزائر في الملاكمة والجنباز وألعاب القوى بالإضافة إلى موضوع في الشأن الدولي محرقة صهيونية أخرى في غزة 200 ألف سرير لطلبة الجدد في الشأن التعليم العالي وفي انطلاق تسجيلات الجامعية في قطاع الخدمات الجامعية بالتأكيد هكذا استطعت افتكاك ذهبية الأولمبياد وهي تصريحات إيمان خليف الفائزة بأولمبياد الملاكمة في باريس 2024 من جريدة الخبر إلى المشوار السياسي الصادر بتاريخ اليوم مشاهدين المشوار السياسي عنونت موضيعها واختارت الموضوع الدولي مجزرة المصلين تعفي كيان المجرمين هكذا اختارت المشوار السياسي العنوان استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في قصف الاحتلال لمدرسة تابعين الجزائر حققت مكسبا ثمينا للمجموعة الدولية وهي تصريحات المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعلي بالمخدرات والجريمة وبالإضافة إلى موضوع في شأن الاقتصادية الاقتصاد الوطني في الاتجاه الصحيح ثلاثة شركات عمومية جديدة لإنتاج الألبان واللحوم وزيت الزيتون من المشوار السياسي مشاهدين اخترنا لكم مقالا صادرا في تاريخ هذا اليوم وهو المقال حول الشأن الدبلوماسي الجزائر حققت مكسبا ثمينا للمجموعة الدولية رئاسة متميزة للمصاري التفاوضي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية حيث تلقى وزير الشؤون الخارجية والجليات الوطنية بالخارج أحمد عطاف اتصالا هاتفيا من المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخضرات والجريمة المنظمة وبقية التفاصيل المشاهدين تقول أن المسؤولة الأممية أعربت عن خالص امتنانها وتقديرها للجهود الحثيثة وللدور الهام الذي اضطلعت به الجزائر في تسيير المفاوضات نحو اعتماد مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية وهو الاعتماد الذي تم بالإجماع يوم الخميس الماضي بالأمم المتحدة بأتأكيد من هذا الموضوع مشاهدين إلى موضوع آخر بالتأكيد مجزرة المصلين تعبئ الكيان أو كيان المجرمين ويكتب صاحبه السشهاد أكثر من مئة فلسطيني وإصابة العشرات بجروح في قصف شنه الاحتلال السهيوني فجر السبت على مدرسة التابعين التي تأوي نازحين في حي الدرج شرقي غزة تواصل المجازر اليومية الكيان السهيوني كانت أبرز الموضيع في الصحافة الوطنية والدولية وبهذا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية معرض الصحافة لنهار اليوم دومتم في أمان سالمين إلى اللقاء بالأستاذ كريم السوس أهلا بك صباحك سعيد الحمد لله مرحبا هذا أول لقاء بيني وبينك أنا محمد ما كاش عندنا أوكازيون تعرفه في الخارج المباشر بيتأكيد أستاذ كريم أنه موضوع متلازمة تمثيل غذائي هو موضوع يطرح الكثير من التساؤلات خاصة خلال السنوات الماضية ولنا عندنا دراسات كثيرة حول هذا الموضوع وشنه هو تمثيل غذائي؟ إذن أتشرف أولا باللقاء أتشرف كامل لي وأتشرف كذلك بالمشاهد الكريم فيما يخص أني كنت كلمت على صدومي طابوليك وحالة يعني حالة غالبا المريض أنه يشتكي من الغذاء وهذا الحالة هذه يعني غالبا تجمع بين عدة أمراض أهمها السكر يمنوع التاني الضغط الدموي المرتفع ارتفاع الدهور التولياتية ارتفاع الكروسيور رديع لـ LDL زائد السمنة الثان غالبا المريض يعني يجي جي مرض من هذaha الأمراض أمراض أخره ممكن يعني تلتفق هذى الأمراض الأخرى مثلا كي جيجيسر مoki شكري مثلا أو غير طالح التي çalışتها السمنة كي قوي يوش جيجي لديه مشكلة تاح السمنة يعني لبيات يتاعو يعني سمنة يعني مفردة غالباね غالبا يكون تلتفق مع هذ الأمراض الأخرى التي تتم عليها مثلا السكر التالي كما يقول الضغط دموي الظهول التولياتية ومشكلة كل السغل لذي الليال لهذا يعني كي سنة لا يحتال يعني يقول لك موش ندبع ريجيم تعالي كان يحير عندي هادي وهادي وهادي كيف موش ندبع ريجيم وكل واحد عنده ريجيم خاص بي يعني السطر عنده ريجيم السير هو في ريجيم تقولون ريجيم مشترك يعني هناك عرص المشترك هو نمط الحياة نمط الحياة كيف يكون لأنك يقوم تكلموا عن نمط الحياة موهم جدا علىها اخرجنا من رمضان بدك بعد رمضان يقولون اخرجنا من رمضان قزين غيثات على رمضان غيثات متوازنة في رمضان غالبا الجزائري يستهلك حوالي خمس سنة في كالوري في اليوم وغالب هذه كالوري عبارة عن طقة فارغة يعني تسبب هي في التفاع الدهون التولادية تسبب هي في التفاع الكوليسيون للرديء تسبب هي في شكلة السمنة في شكلة حتى السكري الضغط الدموي من ملحة كيدة في ذاك الشهر يعني بعد شهر بعد رمضان بعد نخرج من رمضان شهرين جوا مناسبة اخرى يعني اهموها نتكلمو على يعني عيد الكبير يعني في هنا مرات غيثاء يعني عن ما خاص بعد مرات الكبيرة جوا الحجاج الوعدة والطعام والشخاشخ وبعد مرات جوا العرس وبعد جوا الباكو والبيام وإنسان كل مرات يحفي فخ نعم كل مرات يحفي فخ غيثاء ايبتك احترك فجنكو هي غالي من عالك من المندوذي المندوذي هي تكلم على نمات حياة ليعيشوا وأخذ هناك وأخذ وأكيد هناك بعض الحالات يعني تعطرات تعطرات يعني هذه هي أسباب أستاذ كريم هي أسباب متلازمة تمثيل غذائي هي أسباب كثيرة تتعلق بالغذاء وأيضا تتعلق بالأمراض التي توصيب الإنسان نعم لو تكلموا الآن على بعض الخصائص على هاد المتلازمة السندروم معناها الإنسان رأيه حاصل وعنده مشاكل كبيرة يعني كيفاش يكونوا الأعراض هي الأعراض هي كما بعد هناك بعض الأمراض ما فهاش أعراض واضحة يعني كهنا مشكلة تكون السغل بدأ نذيء قاد الإنسان وعنده مشكلة تكون السغل بتاعه يعني سنوات ما يفيقش وممكن جهدوها ولكن غالي بالما يفيقش إلا بعد تحليل تحليل قادر يكون مفاجئ يعني تحليل أغالي منكوا تحليل مفاجئة حتى السكرية تخيل أخي هناك بعض الناس يعني مش أني يبارك يقول لك عشر سنين ما عايش بديابات عشر سنين عشر سنين ويعيش بديابات وما لا يباروش وعندك يجع كيف يفوت عشر سنين كيفاش يدير كما قلوه تحليل عشوائية ممكن تطلبهم منه في العام ممكن تطلبهم منه حبي تزوج موهم يبارو ديابات ويبارو حتى بعض المضاعفات على السكاري مثل يشوف عنده ضغط دموي يشوف عنده كولسيور تعلق طالع طالع يشوف عنده مشكلة على العينين وبالتالي يعني يعني الأعراض يكون مدباش وممكن تبان أكيد ممكن تبان تماهيات الأعراض حتى نفهمه بش بسطول المشاهد الأكيد المشاهدي يهموا هذا الموضوع تماهيات الأعراض هي تتعلق بكل مرض معين نعم يعني كي يكون عندك السكر عنده أعراض قصبي نعم وهو كذا وفي هذه الحالة هدية وأقولك غالباً ما تكون هناك العرض واحد يباين هو السمنة السمنة هذا هو المشكل أكيد السمنة أستاذ كريم هي يعني كما نقوله هو المشكل العويس لعنو ملوك هو مشكلة أكيد حالة مشكلة العصر عصر أكيد تغير الثقافة الغذائية شوف نمط المعيشة حتى الحركة حتى الاستراس حتى الضغطات النفسية تدخل في أسباب وجود السمنة نفسها فقط الغذاء وبالتالي عشان كل مرة أكيد كل مرض معيشة إنسان ما يقدرش يتقيد لغذاء واحد على سنوات عديدة وذلك بعد تعثرات يعني تصلكت ما قلت لك كان النجاز النبضان بدأ كان العيد الكبير بدأ كان الحجاج بدأ كان الباكل بيام العراضات الباكل بيام يعني إساني تشاهها وبدأ كان العلاس نعم هتا عثورات لازم تكون عغالي ما نطلش نعيش عشر سنين ولا ماشي عشر سنين ما نطلش نقول عشر عشر شفور فقط ما نطلش نقول شوية حلوة كما هديما تكاينس هديما تكاينس الجمهور التافع كان يخدوا يخدوا يكلية لغلاس يعني المنطبة وبالتالي المشكلة مش هو الغذاء اللي نتبعها يعني نقول نقوم بلك مشرعة صباحية للمشاهد الكريم فيما يخصنا عن سنوات ميتابوليك بكاش هناك يعني غذاء سحري لكن هناك غذاء صحي ليقدر هم وواحده يعاون ماشي يعدل الدهون الثلاثية ويعدل كذلك الكوليسيرول ويعدل السكري ويعاون في نقص الميزان واشنو هو؟ نحن عند هاد السكري انه المتصلين اكيد يهمهم هاد الموضوع ناخدوا اول اتصال والسكريم محبا الو صباح الخير السلام عليكم وعليكم سلام ورحمة الله كنت معنا اخي ومن ينتصل بينا عرور مرحبا بك انا اسمعو فيك على المباشر اسمعنا فقط من هادئ سيكون مختصت لك لاخر اسمعني عندي اهجائي وسكري سكريم السكريم السكريم انا اسمعو فيك تفضل اخي عندك السكريم قالك انه سكريم قالك الاستاذ اناسكو النوع الاول لا تسمعني فقط سمعني بش نسمعوك ماناش يسمعو فيك مليح سمعني من الهاتف مفردك وعقلت بوكي بديتنا في الثواء والله يعبد في الشاف لـ 0908 وذلك يعني ما عرفش من مين هو دي شما در طفاعت أهم بعد كنا قلت بوكي عبد خلال لتحت خلال 08 و 09 عقد داشر عدوكي عبرك الله شكرا لك على اتصالتك لأكيد أحين تجاوبوك نوصله في الفكرة أكيد توقفنا عند نقطة السمنة لأن السمنة عندها صحيح هي تخليك تمرد بكل نفسي للأسف كما عند الناس يعني يشكوا مشكل نفسي عنده علاقة بالسمنة لهذا ينسى أن الأول خطوة في العلاج هي الوزن الصحي أول خطوة إنسان ينقص ميزان دياله ينقص ميزان دياله تلقائيه تلقائيه كل شي تعدل وحده وهذا الغذاء نتكلموا عليه هو عبارة عن غذاء صحي متوازن نقص لكالوريه أكيد نقدروا نفصلوا فيه في ثلاثة واجبات غذائية على فطر الصباح والغداء والعشاء عفواً علماً بأن أخي فطر الصباح ما راهوش دراستي تغير من عام العام بثانية وثانية فطر الصباح راهوه صح مهم ولكن هناك دراست حديثة تنفي أهمية هذا فطر الصباح تبقى مدارس خاصة مدارس غذائية صح التعبير يتأكد على فطر الصباح انجلو ساكسونية نعم خاصة كلما عندنا علاقة بأوروبا يتكلموا على فطر الصباح وكذلك بعد دول أخرى يدد تخلى على فطر الصباح وبالتالي أنا أرى كلا الحيلتين بسموها فيها فقط نتكلموا هنا على نوعية فطر الصباح يعني نوعية والكمية نوعية كي يقولوا نوعية تبدير المواد المستهلة نعم أكيد هذه الحالة كانت بعض الناس يأخذوا حليب حليب يعني مراهوش حتى الحليب شوف أخي يعني بكون مشكلة صريح مع المشاهد الكريم يعني هناك هكي متكلموش على تفاصيل تفاصيل يعني كي بعض المشاهدين الحمدولين عندهم تطلوعات حول الغذاء ويعني عندهم يعني مفاهيم بس بها من ناحية الغذاء ولكن هناك مع الناس كذلك للأسف يستهلكوا المعلومات بدون يعفوا مصدرتها وبالتالي يعني يتخبط عنهم تخبط عنهم المعلومات الغذائية كيتكلموا على شخص قلتها مثل هذا يعني هناك بعض الدراسات تقول لك الحليب مشكلة لازم ناخدها ولكن إذا جاءت الهداسة وقرأها ما يقولونش يعني ما يقولونش بني الحليب كاريتي حليب عندك شروع حاجة كاريتية صح ممكن نجتموه ولكن مرهوش مهم بتصور المفهوم الذي عامل ولكن مرهوش مضير كذلك المفهوم بتاعه الواسع إذن في ميقصة عندهم مشكلة عيسانهم يطلبونك فقط أنت أثرت نقطة مهمة جدا هي الحليب مثلا الحليب يدخل ضمن الثقافة الغذائية في المجتمع الجزائري كان بعض الوجبات نخدمها بالحليب كان أيضا ناس محافظين على قهوة حليب هذا فطور الصباح حتى في المساء يعني مقتاش يجب توقف استهلاك الحليب علما أن الدراسات كامل تقول أنه بعد حتاجة نصنا الحليب ما بقيناش نحتاجه حتى الناس عندهم عندهم مشاكل فيما يتعلق باستهلاك الحليب شو الكاليتة مراهيش في الحليب والجزائر من أكثر دول استهلاك في الحليب مفارقات كثيرة الكاليتة صح ما نقول فقط صح والغلطة تعلم مشاهد الكاليم تعلم مشاهد الكاليب الحليب مراهوش هو أهم مصدر البروتيين أو الكالسيون أهم مصدر الكالسيون مراهوش كما كنا نتصورو فيه يعني بنا عن كما قولو حل سحري نعم ولكن يبقى بين أغذية نسي ساركة لهذه الساعة فقط كنت تكلموا عن الحليب حليب الكامل دوسوم منزوع دوسوم منزوع دجوم دسئيين حبي تكلموا عن حليب كامل دوسوم يعني الحليب البقرة العادي أو حليب اللي يتباع في العلم حليب الكامل دوسوم مراهوش كاريتي حليب الكامل دوسوم يطعني كوليسيرول ويسمني ويطلع الدولتية ما خطأ علمش خطأ إلا يستهلك تعاله عقلاني ما كاش إيسان يعني يستهلك الحليب بدرجة يأخذه كوجبة غذائية في الأغضاء ما كاش مستحيل قوها لهذا كمية كالحليب يشربوها حتى لو كالكامل دوسوم مراهوش حلا ضارة بشكل كبير جدا ما يطلعنا كوليسيرول تعانا في الدم علما بأن حليب كامل دوسوم وحليب البقرة الطبيعي وعبارة عن حليب يمدل دسم الإنسان ببعض فيتامينات أهمها فيتامين آ فيتامين أو فيتامين دال وفيتامين مراهوش لهذا كنت تكلموا عن سلم يطابوليك يعني كالحليب مراهوش يدخل بين أغذية غير مرصوحة لهذا كنت تبقى حرية المستهلك المشاهد الكريم إلا أحبي أخذ الحليب بصحته ما أحبش ياخده بصحته ما أحبش ياخده بصحته فكرة رائعة أستاذ كريم حول مفاهيم الشائعة ما أحبش توقفوا عند الحليب ناخده إتيسا ونكملوا بقية العناصر ألو صباح الخير ألو صباح الخير مرحبا بك مادام شكونا معنا ومين تصليبنا أنا أتصل بك مكنس لا يبارك فقط مرحبا بك مادام لم أكن أسمع مليح لاتصالتك هل لديك سؤال في الموضوع؟ أنا مكنس دكتور تفضل مادام ما أسمعه فيك أنا أسمعتك دكتور ما شو سؤالتك أختي؟ نعم نعم دكتور أنا لدي مطبط أنا أتصل بك ماذا فعل؟ ألو أنا أسمعه فيك أختي واصلي لكي نقدرون نفهمه السؤال تاعك سمعينا ما تليفون ما تسمعنا ما تليفزيون من فضلك لكي تقدرين تسمعي بشكل مناسب طفي لاتي لي نعم نعم لا ليس لديك سؤالتك كجمل طويلة من فضلك حسنتك بنيانا عندي مرض صقر وضعفت جزائز بالمضاعفات جزائز ما بين تقول لا تصبع سؤالتك ها؟ ما بين نوعتك عن مرض السكري لديك ما بين النوع؟ مناقش عيانة والله رقص لأثمان تختي تختي عن مضعفات جوني بالسكر ...اشي هذة المضعفات؟ تقدم عمي نعم نعم سيحوش هذة المضعفات جوني بالسكر من لا بليش أنا مش عاب مجيز فعق غير هكذا ننقص 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 بكثاف يعني نقص بكثاف في الوزن وا ماذا نقصت كيلوغرام؟ أكثر من 10 كيلو؟ نقصت كثيراً ماذا نفهم؟ كيف يمكن أن يتجاوبك؟ دكتور رينز 25 كيلوغرام ماذا نقصت؟ 25 كيلوغرام 25 كيلوغرام ماذا نقصت؟ ماذا نحن في عمرك؟ أمين؟ أنا لديك 60 بقي لشهر على 60 في دين together ماذا نقصت بainedك؟ أريد أن تقول يا رب؟ أنا أتمنى كيلوغرام كيلوغرام شكراً لكم على كلمة إليك قايمي بلديد كم تردد إقباراتك كم يقولة ديابة تدخل معدد المعادة تحدث فقد تفتح قوس صغير لأخذ كلمة مع الأول والأخت هذه قالت لنا السكرتاعي يحبط لي 08 أو 08 ساعة أنا أحبت نتقصيها على أي وقت 08 ساعة لكن 08 أو 08 ساعة مع الصباح أو هيل محبطلوش علش كي بعد نتقل لك أنا 08 ساعة وقرام يحبط للسكر هذا يتحب أخطاء وشم الأخطاء أنه عنده مارس سكرية من السابق السكرتاعي دائما نطالع دائما نطالع للقرامات للفوق ونهي ولي القرام العادي يحبط للسكرتاعي هذا إذن ما قلوه سكوته وحبط سكوته وعادي فقط وفقد القرد يلو والو سكوته وطالح لازم يعتاد يعود يتمرن على سكر متوازن باش يحس كي يطلع له الصح ويحبط له الصح وهذا شيء يمث علشان يحتمال كبير سكوتها كان طالع بززاف هذا شيء أولا احتمال أول له واحتمال التالي أنه ذات رجيم قاسي ما في بالها ذات رجيم قاسي ماشي سكوته حي يحبط وبتالي تحت في الوفواء بشكل كبير جدا نحن ملصحوش نطحوه في 29 كيلو يعني قادر على صحة الإنسان بشكل كبير جدا حتى الأمر تحتها 60 سنة يعني قادر يأثر عليها وضعفت أخرى نجل نغداس متوازن قلنا صباح الحالي بتاعنا مهما كان ماشي مشكل كاس أنا أفكارك بكري كنت أقول لك لازم نأخذ لون ديميك خيمي هنا إكريمي لذي أفكارنا عن المخاطئة ما رجل لازم يقولون إكريمي ديمي كريمي وانتي معانتها حالي كمير مزوع الدوسوم ما فيش لدي الدم يجيني غرموا بطاة خضراء ننتحها حتف كل دول العالمة بطاة خضراء معانتها نقصة ما فيش لدي دم وزرقة فيها شوية لدي دم ديميك كريمي وانتي فيها شوية زيادة مشيه فيها بزاف شوية زيادة الفرق بين اللوي والثالي والثالث هو فقط هو الدهود ليس الكارسيو ولاس البروتيين ما يخص الخمس الخمس الأبيض لكل حالتها الخمس الأبيض هل نركزه بوكو بلوج على الدهون التويلاتية كيبعد نتخل كان عندي شحيف الدم بنوع الدهون التويلاتية من يقولش غالي دم صح لكن الأمل الدم ما يقولش وخطأ لأنها ليس فقط الدهون حتى حتى يعني السكرين اشفالي فقط على الفكرة وأستسمحك متجددا لأنه من عكس خليتك شمام فا تكمل الفكرة نظرا لاتصالات المتاصلين نذهب ونأخذوا اتصال قالوا صباح الخير قالوا صباح النار صباح الخير مادام عندك سؤال؟ نعم طبعا عندك سكر وبرك عندي فكر فكر لا يشعر فيك مادام ما حال في عمرك مادام؟ عمر صباح ثلاثة الله يبارك نخليك مع المختص سواحي يتجاهلك مجموعة من الأسئلة عنديك وزن زائد أختي وعليكم السلام كيف الحال؟ طبعا طبعا عندي فكر قد انسك بنفس الدول ثقاء طبعا يتجاهلك سيفر سبعين سيفر فسل سبعين سيفر فسل سبعين ايه ليس بطل سيفر فسل ستين اه او لا امتلكت ماش نعرفه بخرة لنمط الغذائي التاعك ممكن نعرفه البالح وش تعشي تي المنتعشت عالى الخمسة من زيت اناك وخلاص وش تقلي المنزلت عالى الخمسة من زيت اناك غالبا غالي بنلع شوش فيه غالبا سلاطة نعم ناكو كعبة طمطيفنية هكاك تلا خب ناكو لساعات بي سير ساعات تعنب يعني تاكو حواليخ خفاف في العشاء انا حواليخ خفاف خلاص هاي يتبعي النصائح على الطبيب تاك على السكرية السؤال تاك حبيت يتعرفين تيا لماذا عندك ديما السكر طايح هذا هو السؤال نحوص على ديما السكر طايح عندي ساعت ناكل نور ساعت ناكل نور يعني كنحفظ على رجيم تاك شب بدواتك ومشكل ديما رأوا موجود السكر طايح بشكل دائم السؤال تاك فهمناه شكرا لك على اتصال تاك وعلى هاد المشاركة احيجاوبك نختص بيعتك تقدم لك مجموعة النصائح في مجال التغذية وافيك يبارك جاوبوا المتصران وسؤالتها مهم جدا فيما يخص كل دائم طاياح لازم كاين كاين حل يعني كاين أسباب أولا اهم الأسباب ممكن اللي يضعوا استعدوها يعني اللي يأخذ فيهم أو الانسيولين يكونوا زيادة على الحاجيات لها التحال اليومية أو يكون غداد تحال وعنما مرهوش يكفي ماش يعدل سكر التحال يعني انت كل كمية أقل كما قدت ناكل حواج خفافها نحب سلعشا حتى الغدوان من الدك اللي تبنيت على الصباح رهي وقت طاويل وممكن هذا الزمن طاويل هاي دقائعي تيك قادر يأثر فيها خلفات سكرت الدم لأنا مكنتش وقادر كانت نقص الحركة ممكن الأخت هذي تكون يعني نأمرها ناشطة تختم بزاف هذي هو بعض الأسباب ممكن يحب نسكر الدم ولكن الحلوش نهي يحسن حل وأحسن طريقة عباش نلقاو الحل هي أشكل مشكلة لهوه في الدواء أشكل مشكلة لهوه في الحركة الزيدة أشكل لهو مشكلة نقولش مشكلة في الحركة لكن لنفضلوها ولأولا مشكلة في الغداء يعني هويه تخطفها غير كافية ولكن أنا لا أظن أنا لم أظن احتمال يكون في العلاج في الدواء يتخطفها أكثر من الغداء وأكثر من الحركة لأن غداء التحتيت له بسفة عمومة يعني كاريته حتى لو تخذ ديسات خذ الفاكية مشهد بين الصمنع과 الظهون التلاتية مع السكري المنيد من البريكتوز يعقون إرتفاع الدهو التولاتية يسكيها كل فاكهة أكثر فوق 50 قران تحت فاكهة تحت فاكهة تحت فاكهة تحت فاكهة هذه الحالة هادية قد يوليد دهو التولاتية أما السكاري كيف 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 يكون عنده إفراط في تنوي الفواكه كيف يطلع السكورتها ولكن الفاكهة بأشكالها وألواح هذه كانت حالية في الأسواق طبعنا بمتياز نصحوها لعن الكولوسيقوط تعور راديل واللديال بزعكس تحقق الألديال كل فاكهة كل فاكهة حالياً في المارسيق نروحو نوكها كحالياً كيندلع كينبتخ كينبتخ كينبالكحل والبيض كينبالهندي يعني كوميس السعراء المجاس بداي يدخل نوك كل فاكهة كينبخصيس نوك كل فاكهة هدي مسموها إيسان لعندي مشكلة على كولوسيقوط تعود طالع بها الحالة هادية ما نصحوش فاكهة مميزة يعني علاش أخي حبيد الحبق لأحض النقطة واشنو هي كينبعض الناس ممكن يشوفوا بعد البوح بعد أو عندهم دراية على بحث من الأبحث عن التغذية معتك مثال هاد المرأ أي أخصائي تغذية يتكلم على مثلاً عن البخصيس ويتكلم على الدلع ماذا ما تكلموه لأمخطو كيتكلم على ميزة مميزة الدلع المميزة البغى البطيق والبخصيس المشاهد الكريم هيأخذها تنذرة كأنه أحسن فاكهة حسناً نتكلموه على مميزات الدلع وبالتالي ما يadeو هو يأخذ الدلع وينفيف الفواكه الأخرى لأنه قدد فكرة على الدلع بينهيأحسن فاكهة هادي معلومات عن الدلع مش معنى الخضروات السر في سح الفواكه الخضروات اللي عندهم سدومي طابوليك هي فاوكهة للفصل وخضروات للفصل وطريقة الطهية التاحة يقول طريقة الطهية التاحة كيبعد الناس يكون عندهم إفراط في تناول المارغارين لأنها في الإشهار التاحة يتميز لأنها عبانا عن نباتية نباتية بذو كوليسيرول يرسموا القلب ولكن عبانا عندهم مهدرجة تطلع كوليسيرول بشكل عجيب كيبعد الناس يحضروا بها يقول لك كيذروا مصفى غذائية يقول لك أنا دلنا مارغارين نافاتية والمشكلة عنده كوليسيرول يستعملها بدون الخوف لا استعملها بالخوف لأن مارغارين تطلع الدهو تلاتية وطلع الكوليسيرول وقدر تسمن ولكن بالمقابل لنفرح لمشاهد الكريم الزبدة عبارة عن غذاء صحيح بامتياز الاعتلال فقط حتى لديه كوليسيرول طالعة للديال هنا اللي ممنوع في الزبدة واشنو هو الملوح في الزبدة اللي يأخذ مرسو خبز ويطلص وتخرجوا بالطراف عندك ولي مش مليح مسحة زبدة اشتحيط لك كوليسيرول مسحة زبدة مشتحيل تسبب يعني مسحة زبدة كيقول مسحة بعدها ينسان يحس بالدوق تحتها بلا تكون عب كمية مفرطة إذن الناس اللي عندهم الكوليسيرول طالع في هذه الحالة هدية أنا نقول لهم يبعدوا عن المارغارين ويأخذوا الزبدة ودايما بيعطيها حتى زيت زيتون رائع عبارة عن غذاء متكامل رائع جدا الناس اللي عندهم الكوليسيرول كل الدروس كل الأبحاث اللي تتكلم عن زيت زيتون والعلاقة التحر بالكوليسيرول تثبت مئة بالمئة بيتحبط لك ألو الديان وتساعد بشكل عاجيب رسحة قلبه الشريين حي الوصف نحبسنا في الزيت زيتون فوائد زيتون الزيت زيتون صح يعني براعا غذاء يعني السحلي يعني يمتكور في الدين ومتكور في العلم يعني يساعد في خفض الدهون عفواً يساعد في خفض الكوليسيرول ويعمل على ساحة القلب الشريين هذه دراسات مؤكدة مئة بمئة يعني يمفهاش يعني يعني يعمل ولا شك ولكن كما نتكلم عن صدومية طبولية بصفة عامة زيت زيتون قد تأثر نوع الماء على مشكلة الوزن الزائد لعني واحد غرام بتاع زيت زيتون يبدنها تسعى كرانوري ودونك إنسان يدير فلنا عندهم مشكلة تاع السمنة وعندهم مشكلة تاع كوليسيرول تاع الطالع فهذا الحالة هدية لازم يكون على الاعتدال في استعمال زيت زيتون الصح يحبط الكوليسيرول يطلع في الميزر إذن الاعتدال في استعمال زيت زيتون مش نقدره نحقه لهدف الأول هدفتين هدف الأول هو صحة القلب الشريين على علاقة بالكوليسيرول لذيء والوزن الصحي اللي يعني مش نحافظه عليها أو على عقل نقصو من وزن الزائد من يخذ كذلك نتكلم عن الخبز الخبز الفاينال بيضة خاصة نتكلم عن الفاينال بلونس فهذا الحالة هدية قدر تطلع الدهون الثلاثية الخبز والعجائن بسفة عامة عجائن طعام سباكيتي مقارون كل النشويات كان كثير منها تطلع الدهون الثلاثية قدر تطلع نسبة سكر في الدم وتطلع في وزن زيت في الوزن مش هاد النشويات تساعد في المحافظة على المريض اللي عنده هاد الأمراض المتراكمة عليه هاد حالة هدية النشويات يستحن أولا تكون باعتدال والتاني ينكل يعني نشويات مصنوع عام القمح الكامل الكاملة مثلا كنت كلمه عن روز كلمه عن روز نتكحل هاده قليفة القشرة ديانه كلمه عن طعام كلمه عن طعام تاع الشعير وطعام تاع القمح القمح الكامل نعم هادو يساعدوا في نوعا ما الأليف توحه يساعدوا في نوعا ما في خفض الكوليسيرول في الدم ويساعدوا في توازن الدم وما يشينوش يشبعوا أبقى الناس قالوا لك هلا ما كان يتشين ما كانش غذاء السحر يشين يعني غذاء السحر اللي ما يسميش ويشبع إذن هاد النشويات هادية كيمتدوها لهذا المشكل الصحي إذن قدر تساعدوا هاد المريض تساعدوا هو في نوعا ما في توازن الدهون تساعدوا كذلك معندش علاقة بالكوليسيرول بصيفة عما ها بارك الانسان السمين وتساعد في الوزن الصحي في حالة ما قدرها باعتدال وكاملها فقط احبينا ننوضح للمشاهد الكريم هي التباس كبير كبير واش هو الفرق بين الخبز الفاينة البيضة والخبز الكامل الخبز الفاينة البيضة هي معا قمح منحي منحي والقشرة وحدها منخالة وحدها الخبز الكامل فيه بالنخالة وأ twent Nomura الغبز الخبز الكامل فيها بالنخالة بالفاينة إذا معندها معدود الخبز الكامل فيه الفاينة وإذا بدأ المعادود الخبز الكامل يت filmmakers السكر لينكظروا منه السر في صحة الخبز الكامل هاجهوا الاعتدال وليس الإمتناع او الاكتار وهذا إنسان لموجه داخل الكوليسيرول لك 확진ة وتعالى الفاينة تساعداً ومشكلة بادوين تويتّ 할�ability ومشكلة الزوكاري في نفس الوقت ومشكلة سو شيء حتى لو كان الخمس الكامل يكون باعتدال لكي يقدر يعني ينفعون ويبقى العنصر المشترك لصحة التعبير فيما يخص الغذاء لأنهم يطعبون لي كأي لديهم مشكلة الكوليسيرول المسومنة خلينا قبل ما نرحول للأكيد أنه نعطلهم الحلول نعطلهم الحمية الصحية التي تضمن هذا الوزن المثالي بدون ما ندخلوه في الأمراض ومضاعفة بعض الأعراض خاصة في اللي عندهم أمراض مزمنة نشوفوا المرض المزمن عنده تداعيات معينة على صحة الإنسان أكيد أنه أي مريض يحتاج أنه يأكل يحتاج أنه يتشاهى كما نقوله عنده أغذية يتشاهىهم في حياته اليومية هل يمكن فيما يتعلق بأصحاب الأمراض المزمنة يعني يأكلوا هذي الأكل اللي هو ما هوش صحي لكن الكمية لأنه كاين دراسات تكلمت تقولك أنك ما لازمش تحرب نفسك من كلش كلش حبيت لكن بكميات صغيرة جدا الغداء عبارة عن المتعب وخاصة أثناء المناسبات كما نقول لا يمكننا فرحة لا يمكننا فرحة لا يمكننا فرحة لا يمكننا فرحة مثلا نشوفوا إتصال أكيد مرحبا مرحبا عادوا صباح الخير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف تكون معنا ومن وين تصلوا بنا؟ أنا أمبراء من خمس مينة أنا سمع فيك ماذا متفضلي أحبت أن نسأل دكتور مسوس أه أنا عندي أني نشرب هذه الكافيات اللقسينة هذه غليكوفاج نعم غليكوفاج نعم أذكر عندها مضاعفات هذه الأدوية على السكر أذكر عندها مضاعفات يعني هدا وين بدك السكر أنت يا مادام؟ ما عندك شبزة في مدية الشرق بضل بخي ديابيتك يعني ما زال ما هوش ما زال ما بداش بخي ديابيتك يعني في مرحلة الأولية نعم نعم عندك وزن زائد مادام؟ شوية واحد خمسة ستة خمسة ستة كيلو نعم الطبيب وش قالك؟ قالك لازم تبعي حمية غذائية معينة؟ حمية غذائية وهذه الكاشيات طيب وشنو هو السؤال تاك اللي حبت تعرفيه اليوم في البرنامج؟ أنا حبيت نعرف المضاعفات تعال الأدوية هذه تعال السكر ومديروا لي في الثاني الحقر واحدة الحبيبات حرارة نحن موضوع تعنا مدام هو النظام الغذائي لأكيد طبيب لك حبي يعاونك في بعض النصاح يقدمهم لك شكرا لك على الإتصال تاك وأبقى وفي البرنامج شكرا شكرا فيما يخص أني قلت لك فجأة أولها الطبيب يعني ضروري ضروري مدام يستطع أولها هو أدرى بحالة المرض يعلوه ضروري من أجل أنه علمه سيساعدها كمرحلة أولى ما نقص كل تحراب جديد مرحلة الأولى في توزن سكر الدم زائد نظام غذائي أو حمية صحية نقولش حمية يقول حمية صحية فيما يخص المضاعفات الكاشيات مضاعفات مواد كيميائية ولكن تختار من الشخص إلى آخر ولكن يبقى عبارة علاجة مستعملة منذ عشرات سنوات مستعملة بآمل فقط قادر يأثر معانا ما مش متتقلق شيئا قادر دينها إسهال وقدر يوجعها في كرشها ولكن هذه عبارة أعراض غالبا سيبر للسكر ولكن معانا مرور الوقت قادر تزول أعراض جانبية للدواء ولكن يبقى طبيع على أجتاحها هو الأدرة والأول يجاوبها وهذه النوع الكاشيات مضاعفاتها هذه بصيفة عامة أنصحها في الغيضاء لأنه مهم جدا عندها وزن زائد كم هي؟ هي دالت خطوة أولى خطوة أولى في السكاري مهم جدا أنها تكون خطوة سليمة في الغيضاء الصحي ونصح عندها للأخت هدية وكل ما عندها المشكل هذا المطلق هذا البداية للغيضاء ليس سكارية كل أمراض حتى الكوليسيرول حتى الدول التلاتية كل أمراض مهم جدا أن تكون الإطلاقات صحيحة لهذا ممكن نصيحة منها للأخت وكل ما عنده علاقة بالسؤالة للأخت أنه يحطط 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 من مصدر المعلومة من مصدر المعلومة مهم جدا قد الإنسان يغلطه الدرك وغلطه حياة وقايتك لهذا الإنسان يجب يستشار طريبه المعالج هو أول حاجة أكيد ثانيا يقول أخصائي تغذية يقول أخصائي تغذية لو ديتيتيسيان دوك ماشي ينسان يمدلس آية غدائية بتلقاعة شوائية في الفيسبوك أو في الإنستجرام ويأخذ معلومات مننا وعطاها لناس مننا دوك هذه مهمة انتلاقات جدا مهمة لكن انتلاقات صحية بإذننا هذا الأخت وكل ما عنده علاقة بالسؤال تحا ما صار تحا يعني كل شيء صحي يعني بإذن الله ما تحكش مضاعفات حاجة حياة صحية ولكن كما ديبارتها خطأ المعلومة كان مستر تحا خطأ هنا قد أترسح التحا نرى آخر اتصال معنا مرحبا 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 بك سيدي مرحبا بك سيدي شكول معنا ومن ينتصبنا في البرنامج مرحبا بك سيدي مرحبا بك سيدي عندك سؤال صعبة الحمد لله بخير سمك تحا لماذا زرح سمك تحا أحبا مرحبا عشبا 100 جرام سكرها 100 جرام 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 سلامتك ما أحبت أن تعرف إكزاكتما؟ أحبت أن أحبت أن أعرف إكزاكتما؟ أحبت أن أحبت أن أحبت أن أعرف إكزاكتما؟ هل لديك أمراض أخرى؟ والله يطلع شوية التنصيق أليس هذا مكان ياتك ساحا شكرا لك على إتصالتك بك ستسمع الإجابة معنا لا ألاحظ تحت المشاهد كل أحد معنا وأحد لم ألاحظ في هذه الصباحة في هذه المورنينج أن الناس يتكلم عن طريقة غير مباشرة ولكن عندي ديابات وعندي كولوسيرول عندي السمنة وعندي الضغط الدموي عندي السقوة عندي ديابة وعندي العشتيات نتكلم نتكلمه في الموضوع الذي أحب أن تكلم عنه اليوم هي المتنازمة كانت في الموضوع الخاص جرام له ما شاء الله بصرح جرام مكتاج جرام وعندي كل يوم ممكن يكون قرام بديه وضوة ثلاثة قد في الصباح قد يتبدل على الشياء ولكن الأخ لجيجل نحييوه نحييوه لأهل جيجل أنه عنده عنده حل هايل ما فقله شوه فقط وعنده البحار عنده رمل أنه كان ذلك رمل يمشي فيه يعني عند البحر كي عوم يبدو الطاقة يعني كبيرة من أجل حرق الدهون وحرق الكولوسيرول وحرق يعني خفض الوزن والسقود متوازن يغتن بفرصة مدام أنا في الصيف ومشي مشي عوم ومشي مشي فرمل اللي تساعدوا على يعني بدل الطاقة اللي تساعدوا بشكل يعني رائع في الصحة ديالوت وحرق الصعرات ومدام أنا مهم هو معلوم كان لك مئة غرام مئة ميلي غرام ولا غرام فيما يخص هو ولا غيره فيما يخص عندهم يعني مشكلة السكاري قلنا وولا حتى عندهم مشكلة السمنة لعندهم يتعبوني بصيفة عامة قلنا مهم جدا إنساني يأخذ الانطلاقات تكون جيدة في الغداء وما كاش عندي غرام نتكلموا السقوداء يكشون بصيفة عامة أشكرها متوازن أو غير متوازن ممكن يو عندهم غرام غدوة ثلاثة احتمال أقولها يعني ما كنت عني غرام قلصاني غرام هذا يعني السؤال يكون أحسن سكتعي يقول لك غير متوازن بصيفة عامة أو سكتعي غالبا طالح غالبا حامض أو غالبا متوازن فهذه الحالة يكون جواب يكون يعني أدق للمشاهد الكريم ونولد العروس المشترك اللي عندهم مشكلة يعني مشكلة تعالكوليسيرول وعندهم مشكلة ضغط دماء وعندهم مشكلة ضيابات مشكلة تعالي السمنة أو زنزائد أحسن قلوا هي الخضروات كل الخضروات منصوح لها تلفئات من عندهم مجرقة صحية نقل مع الخضروات كلي مع الطائية جيدها طائية تعالي أورية لا يجب أن يكون صحي فور مليلا حسيمين كرش كلي أريف تقالي ما تحافظ على معاعدة أكثر حتى الجواز بالطبع وما معنا جواز بالطبع يمكن لديه دورما على كانون بيت والاندورما على قرعة وترشي وترشي ليسي مقالي أكيد أحيث ان ترشي مقالي كذلك تكلموه على الثغارات أو الهفوات الإسراب كي معدل الناس كل جمعات عندهم قهوة كي معدل جمعات عندهم عراضة تعال بقلة تعال بيا ولا تعال كما قولوه فهذا حالة هدية مناسبة خادر يطح فتغرات تعال حلوة فهذا حالة هدية مناهش مشكلة كاريتي كيدوق كما قولوه برغبة الضيف كما قولوه إذا عكا أو كيف يستجب ولكن طريقات كنت طريقين عم حقلانية فلا شاف روحوا يأكل حلوة فلنحن بتعود بلا سكر إذا كان عندهم عجباته ويعجبوا حلوة من الحلويات فهي أحسن للمونة قليلا ونقضوه في الضيفة فلنجل نجلسه لجوة إذا التغرات مسموحة مرة لمرة ولكن من لحبها يمشي الحركات حركات مهمة جدا لكي تصحيح أخطاء الغذائيات ونقول ناس يتبحثوا في الغذاء الصحي المدون عن طريق الأخصائي تغذية للديتيتيسيا أو لديتيتيسيا أخصائية تغذية في حالة هذه غالبا غالبا أخصائية تغذية يمدلوا بعد تسريحات ما قلوا يقولوا تقدم من ذاك تاكل هذه مكتش وشحاد وهذهما الجواب يكون عن طريق الأخصائية تغذية أحب أن نقول فقط للمشاهد الكريم اللي له يتبع غذاء صحي ومن ذاك يتريشي يشي تريشي وحده يتريشي أعطها له أخصائية تغذية هنا ممكن علش ممكن أنا إنسان هنا هالتراطة يديرها تخليه يتبع الغذاء التعوه لفترة أطول صحيح الإنسان مش يتبع حميع عن طريق أخصائية تغذية وش يدير غالبا ليش أخصائية تغذية يقول لما تاكلش ببالك تاكل ونقص ولي نحيها شحال يعني سيعيين ياكلش قلنا غذاء متعة شحال يقضي يحرم نفسه من المكلاب هالحالة هادية صح يعني يكون عنده يعني أمل وثيقة كبيرة وعنده اندفاع مش تباع رجيم ما يكونش الحلوة ما يشل جبج ما يخشل جزوز ويكون الخضراء غير شلاضة صح ينقص لي ميزاني ديالو سيحفظوا الكوليسيالون تاو سيحفظوا الدهو التوليثية وإلا يكون أسكو يقدر يتبع على الغذاء على الأقل شهر شهرين مستحيل وبعد كيف يفوت شهر شهرين موش يبليدين ينتاقم يستنفذ الطاقة تاو لأنه اللي يحدث يكون عندك إيرادة صح ومبعد يوقع لك كمونك موش يتحلو يتحلو في سوق التغذية هذه سوق التغذية رأي مشكل كبيرة كثير من الديابات كثير من السمنة كثير من السوق التغذية لكن السوق التغذية لا تتحلو فيها تاوية الدم من الداخل ثانيا اتقام النفساني لا تتحلو فيها ولي ما يكون حتى شيء كآباء أيضا ولي ينتاقم ولي يكون أي غذاء يقول لك خلينا يسمع لكن حرم نفسهم الغذاء ثانيا يقول لي عفصا ما أتأسف عن الكلمة هذي يقول لي يكره كلمة تريجين صح ولي يكره طي ولي يكتعب ولا يدخل في إحباط أنا أخي يقول لك أنا ساتلي حديثة أنا أحد شخص طحف هذا الخطأ هذا خطأ بتاعي تاح البريجين من غير أخصائي تغذية يشيان عاول يسمان يشيان عاول يسمان ويحب يأكل يحب وكال كما يقول من الدجا وكال يعني صدقني أخي أنا ساتلي لي هذي ولي أخي يبكي بالدموع يبكي بالدموع راجل راجل الله يبكي بالدموع يقول لي يا كريم ما قدرش ما قدرش هكذا من الدموع يقول لي ما قدرش بس كنتح في فخ هذي الفخ تاع ما يتاكلش ما يتاكلش ما يتاكلش ما يتاكلش ما يتاكلش وماذا بحمدولي لأنه كل منه غداء صح يأكل ويشبع ويشيان فقط ماشي يكله ماشي يشبع ماشي يحبهوه يشبع بأخذين يحبها الأخصائي تغذية فالثريقات كل عنده هنا كان يعني 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 ليسي يحب يديد ريجيم ما يشافك بخصير أنا ضد ريجيم تشافك بخصير ليه حبي شين عام طويل مش بيعون شوي ليسمك كتمر لك احتولت لها مودة سمحني لأنه نقطة مهمة هذه لازم نهضرولها لأنها في نهاية الموسم ربما ستكون آخر عدد هذ الفقرات تغذية في هذ الموسم نتكلموه على ريجيم هذول القاسين اللي هما يقول لك ريجيم الماء كيتو دايت عده أنواع من ريجيمات الموجودة ريجيم ملفوف ريجيم الحاسا يعني نلقى عدة وصفات لريجيم ما هي المخاطر تحتها أستاذ كاريم لأنه لازم نبهو بهذا المخاطر أهم مخطر هو مخطر نفسي غانونكسي مونطر معنتها نفقدنا الشهية العصربي مشكلة بزاف وعر كان في أوروبا دي أنا ما سكر يعني إنسان يما عمقهم عندهم المظهر تحتهم عنده يعني الأولويات الأولويات مظهر تحتهم مهم صح لكن مش من الأوليات حين إنسان يقدر نفسه مخطر شهية العصربي إنسان يملكون مشكلة نفسي وليس حل بتاعه ما هي مع أخي سائية تغذية مشكلة بتاعه معه لبسيكولوج أخلاص تخل في حالة واحدة أخرى ولي ما يكون حتي حاجة كي يأكل يأكل بداية حشاكم يقيا يروحوا لكن هذا مع أخي سائية تغذية ما يدير له لازم يشوف أنه يشوف أمسيكولوج يعود كما قولوا يوجهوا لطريقة نفسية ما نشوف الضوم على كل حال لسا عندما في الميدان هم يتكلموا عليها كي مش يوجهوا مش يجي أخي سائية تغذية في الدور الثاني هذا مشكلة خاطئة للأسف بدأ يدخل في وسط الشباب ديوننا بدأ يدخل في وسط الشباب ديوننا ثانيا كما قلت سوء التغذية اللي هو أخطر من السكري وأخطر من السمنة السوء التغذية سيقول لي ما يكون حتي حاجة يعني المنابع تعل العناصر الغذائية الفيتامي الماء ديونه ما ياخدهمش وذلك يتحفي حمية كما قلوش يقولو يتحفي وزن كاريثي احنا عش نقص ميزان تاعنا اول سؤال عشنا 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 نقص ميزان ديوني اشك من اجل المظهر من اجل الصحة يلاكا مش اجمز من اجل المظهر بيروحش بعيد يلاكا من اجل الصحة يروح بعيد يعني مش معندها انا كنا حاب نقص ميزان تاعي فاسكل ميزان تكيبون بزاب كثمين نمرض نشوف اخي سائية تغذية يدي معي تحقي غذائي يدي معي نموذج غذائي صحي أسبوعي مثلا وماذاك نتبعوه بدك نقص بالميزان شوية نقص بعدين نقصوا ونرجعوش واهم شي هذك الميزان نقصوا عن يولي صحيح مرحش نمرض وده كيبون مقابل كيكون ريجيم غير صحي اكت نقص وتمرض الهدف تاعي مش نصحح ودوك الاسؤال تاعي لوي طرحتو لكنا مش اجل المظهر فقط هناك كاريثي لكنا مش اجل الصحة جيد لكنا مش اجل الصحة احنا نقص جهو احنا نقص جهو نقص صحة تاعي ومدار تاعي مدار تاعي احنا نقص مع الوقت اذا كان مشكلة تاعي غير في المظهر فقط خلاص سيجل بيناكلنا فرد كوا خلاص سيجل نقص رحيب الشر جهاز السيف جهاز البحر خلاص ما معنش مشكلة في البحر في هذه الحالة بيناكلنا فرد اي غذاء لهذا نطرح السوء التاعي وعش حبيت نشيان ثانيا هذا الريجيم القاسي هذا يخلي الانسان في اكتئاب في اكتئاب لانا ينسى كما يكلش ماجي حالة سهلة ماجي حالة سهلة نفسيا يسأل المريح في الطابلة خذ دقاء يأكلوا شخشوخة وما يأكل كرمبيض مغلي حالة ماجي عادية لانسان يكون مشكلة اكتئاب نفسي ونهو عندنا عانيزل المشكلة الأول تاع السمنة المشكلة الثانية وحدة أخرى هو الاكتئاب نفسي ثالثا رح يولي المظهر اللي يظهر هذاك وذلك يشيان ويسمان يشيان ويسمان وهذا يكون مالل مالل في الغذاء هذاك مالل وبالتالي ما يقدرش يواصل في الغذاء إذا النصيحة اللولة والأهم نصيحة نشوفوا الأخصائي التغذية هو اللي يساعدنا من أجل إعطاء ما صار غذائي صحي نتبعوه لمالي الحياة شكرا جزيلا شكر لك الأستاذ كابيم وصوصة خصائي التغذية خذينا وقت كبير في هذه الفقرة نتيجة لأنها نهاية الموسم شكرا جزيلا لك كل توفيق لك أستاذ المسوس الضيف هذه الفقرة بأتأكيد في فقرة الجمعيات مشاهدين نواصل الحديث هذا اليوم سيكون حول الشباب والمجتمع المدني وأهميته في تنظيم الحياة العامة في تنظيم المجتمع وبأتأكيد أتأكيد دور كبير يلعبه أشاب الجزائري في هذه العمل يسعد باستضافة بلالة الحرسي وهو عدو في المنظمة الوطنية للمجتمع المدني عن ولاية عندفلة صحيح لي تفضل أستاذ محمد أولا أشكرك على هذه الاستضافة الطيبة وأشكر قناة شروق المضيافة بلأسر الحرسي أمين العام الولائي للمنظمة الوطنية الجزائرية للمجتمع المدني يعني سيت الجزائرية كنت حبت بصيني أهلا وسهلا أستاذ فلال أكيد أن المجتمع المدني عنده ضوء كبير ومهم جدا في تعطير الشباب من خلال مجموعات وتنظيمات منظمة ومهيكلة كيف يكون هذا الضوء شكرا لك أولا أرحب معكم بالجمهور والمشاهدين الكرام إنما كانوا في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد المجتمع المدني هو ذلك المجتمع الذي يشكله الأفراد الناشطين وهو ذلك المجتمع المقنن المنظم تحت لواء تنظيمات أو جمعيات ويهدف لتكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور الجزائري في العديد من المواد من بينها المادة 10 المادة 53 وغيرها من المواد حتى المادة 77 المجتمع المدني على حسب كلام السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سابقاً حين قال المجتمع المدني هو الحليف الأول نعم أكيد قد سابقاً لا أقصد الكلام السابق قال أن المجتمع المدني هو الحليف الأول لاستقامة الدولة هو كلام مهم جداً نظراً لأهمية هذا المجتمع المدني هو يلخص هذه العملية لكن لو نشوفه بلال لأن المجتمع المدني لطالما أساء الكثير من الحبر حول تنظيمه حول نشاطه وأيضاً حول مكانته في العمل السياسي وعمل المجتمعي بشكل عام كيف تقيم أنت هذا المجتمع المدني باعتبارك إطار داخل هذه المنظومة شكراً لك هو أول شيء المجتمع المدني في الخمس سنوات السابقة عفواً فعلة بطريقة أفضل مما كان عليه من قبل فعندما نرى رئيس الجمهورية يناشد دائماً بضرورة إشراك المواطن في وضع السياسات العامة بطبيعة الحال السياسات العامة الداخلية التي نحكي بها المصلحة العامة ليش تلك السياسة التي تكون تحت الحزب الذي يبحث عن السلطة يعني السياسات العامة الداخلية يعني هناك نقطة مهمة لأنه كن فرق بين المجتمع المدني والحزب السياسي أكيد حاب تدير السياسة تروح حجب السياسي حاب تتنظم وتتهيكل تروح المجتمع المدني أكيد فالمجتمع المدني هو نشاط تطوعي نشاط تطوعي يقوم به أفراد من المجتمع حيث يمثلون مجتمعاً يخدموا جميع الميدين على جميع الأصعدة سواء الجانب الاقتصادي أو الثقافي أو التاريخي يعني التنمية بمفهومها الشامل المجتمع المدني كان تفعيله قرار صائب جداً من طرف الدولة الجزائرية بعد الدراسة سيسولوجية أو حتى سياسية داخلية من أجل إشراك المواطن وجعله يشارك في السياسات العامة يعني على العكس ما كانه من قبل يعني هذا المواطن العادي الذي ليس ينتمي مثلاً حتى لأحزاب سياسية في بعض الأحيان لكنه يشارك مؤسسات الدولة عن طريق انضمامه إلى مؤسسات المجتمع المدني لو نتكلم على أن المجتمع المدني يستشار شاهدنا خلال السياسات الأخيرة لرئيس الجمهورية حتى أن الحكومة توجهت إلى استشارة فعاليات المجتمع المدني فيما يتعلق بالانتخابات فيما يتعلق الإصلاحات السياسية فيما يتعلق بالعديد من الأمور هل هذا سيفعل ما يسمى بالديمقراطية التشاركية هل سيحقق ما يسمى أيضاً فعاليات الحكم السياسي السياسي من خلال المنظمات الشرعية التي تمثل الشعب لأن الشعب في أغلب الأوقات يعتزل للعمل السياسي لكنه يتوجه إلى العمل الخيري والتطوعي أولاً يجب علينا أن نفرق أو ربما نحلل لماذا البعض من الشعب لماذا البعض من الشعب يستنفر من العمل السياسي لكن يجب أولاً لا نخلط بين النشاط في ساحة المجتمع المدني كشريك وحليف لاستقامة الدولة وبين نشاط سياسي يهدف للبحث عن السلطة لأن بطبيعة الحال المفهوم السياسي هو مفهوم يبحث عن الحكم يبحث عن السلطة لكن المجتمع المدني هو شريك اجتماعي لا يمثل جهة سياسية ولا يمثل حزباً سياسياً إنما يمثل تطوعاً هذا التطوع يكون من طرف أي مواطن ينظم تحت المنظمات أو الجمعيات المعتبدة لكن هذا المواطن المنظم في الجمعية يستطيع أن ينظم في حزب سياسي لا يوجد ما يمنعه أكيد لكن الهيكلة داخل الجمعية وداخل المجتمع المدني تجعل من المواطن متهيكل أكثر من أن يكون المواطن بمفرده حتى بش من تكلموش على الجنب السياسي يعني المواطن يخدم في الجمعية خير من المواطن قاعد في داره وما يدروا له أكيد فبطبيعة الحال لماذا قلت لك أن الدولة الجزائرية عندما قررت تفعيل الفرد الجزائري وإدخاله صلب السياسة العامة والاستثمار فيه جسداً وعقلاً هذا هو سؤالي كيف سيكون ذلك أنا قلت لك أن الدولة توجهت نحو إشراك المجتمع المدني إشراك أطيافه بصناعة القرار السياسي صحة التعبير يعني هل هذا الإشراك سيؤتي أكله هل سيكون يحقق أهدافه وما هي تحديات التي تواجه هذه السؤال جد مهم أشكرك عليه أول أن المجتمع المدني هو يطور جميع الميدين فعندما نتحدث حول الجانب الاقتصادي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تعطي اقتراحات لمؤسسات الدولة للنغوض بالشق الاقتصادي كذلك بخصوص الجانب الثقافي فنرى الكثير من الجمعيات الثقافية التي تنشط وطنياً أو ولائياً تطور الفن تطور المسرح ربما أحياناً تنتج حتى وتنتج حتى هذه هي الشراكة الفعالة لمجتمع المدني في الأطر القانونية والمنظمة والمقننة نعم وكذلك حتى في الجانب السياحي نرى جمعيات سياحية نرى جمعيات يعني خيرية هذا المجتمع المدني كله يشكل يداً ثانية توضع في يد مؤسسات الدولة من أجل تلمية شاملة في جميع القطاعات وهي ترافق بأتأكيد صانع القرار من خلال استشارة ومن خلال تقديم كفاءات جزائرية تخرج من هذه المنظمات الآن تكلموا على نقطة التحديات التي توجه المنظمات وخاصة الشباب في إطار العمل الجمعوي وفي إطار العمل داخل فعاليات المجتمع المدني ما هي أهم هذه التحديات وأنت شاب أيضاً شكراً لك أولاً معيقات المجتمع المدني أولاً هي ليست بطبيعة الحال ليست منتشرة في الجزائر لكن عند القليل فقط من الأشخاص الذين ربما يجهلون القانون أو ربما يعني يتجوزون عن قصد أو عن غير قصد المواد الدستورية التي تكرس مبدأ تكريس الديمقراطية التشاركية يعني أحياناً عندما اجدت مثلاً رؤساء دوائر مع احترامي لجميع رؤساء الدوائر يعني أنا أعطي مثلاً عن مثلاً عرقلة مثلاً سواء رئيس دائرة أو منتخب محلي أو شخص إداري عندما يكتبوا مثلاً فاعل في المجتمع المدني إرسالية إلى جهة أعلى يرى يعني في الجماعة القاعدية للدولة وهي البلديات يرى ربما ذلك المسؤول للمنتخب المحلي أن هذا الناشط عدوله أو يراقبه أو كأنه أو كأنه يشكل عليه إحراجاً أمام المسؤول الذي هو أعلى منه لذلك يجب أولاً على أكيد يعني أولاً يجب على المسؤول على بعض المسؤولين أن يروا إلى المجتمع المدني على أساس أنه شريك اجتماعي سواء للإدارة أو سواء للدولة الجزائرية أو سواء للمواطن ذاته من أجل جزائر حقيقة تكون جزائر جديدة بضم الكفاءات بضم الشباب بضم المواطن وإدراجه ذم مخطط تهيئة العامة هذه تحديات فقط بخصوص كذلك ذكرتني بخصوص الشق الثاني وهو شق متعلق بالمواطن ذاته بطبيعة الحال كنا تحدثنا كثيرا حول الذهنيات التي يعاني منها بعض المواطنين أقول بعض المواطنين الذين يرون إلى النشاط في المجتمع أو في ساحة المجتمع المدني على أساس أنه نشاط سياسي بحت ويدر أرباحا غير أن المجتمع المدني بمؤسساته لا يصب أبدا إلى ربح مادي لكن هذه النظرة في الذهنيات يجب أن تتغير عند البعض يتطلب ذلك عمل ويتطلب ذلك إرادة لكن يتطلب ذلك فعالية وفاعلية داخل المجتمع ما هي أهم نشاطات التي تقومون بها حتى تكلموا عليكم أنتم كالجمعية شابة ما هي أهم هذه النشاطات وأيضا كيف تقومون بها شكرا لك هي المنظمة الوطنية الجزائرية للمجتمع المدني تأسست في شهر جوان سنة 2013 وتم طالها التصريح بتأسيس جمعية نشاطات هي ترقية المجتمع على جميع المجالات مثلا تنشيط أو عفوا مثلا تفعيل النشاط الثقافي ودعمه مثل ما قمنا به سابقا حتى في وقت أو في رمضان من سهرات رمضانية ثقافية يعني سهرة ليست مثلا حفل يعني سهر ثقافي من أجل توعية المواطن أو من أجل بحث تلك الروح الوطنية من أجل مؤذرة الأشقاء في فلسطين أو من أجل مؤذرة حتى البلدان الأخرى التي لا زالت تعاني من حقها في تقرير المصير يعني هذا مثلا هو توعية وطنية للمواطن كذلك من الناحية نقل انشغالات المواطنين إلى الجهات العليا فعلى المكاتب البلدية أو المستوى الولائي أو حتى على المستوى الوطني يوجد ما هو معروف بالإرساليات التي تكرسها المدة 77 من الدستور الجزائري عندما تقول لكل مواطن بصفة فرضية أو بصفة جماعية تقديم ملتمسات إلى الإدارة كذلك يجب على تلك الإدارة الرد على هذه الالتماسات في الأجال المعقولة هذا من ناحية نقل انشغالات المواطنين كذلك من الجانب التوعية السياسية يعني يمكن وحتى تم تشترك الجانب السياسي الاجتماعي ما هو الجانب يعني عندما أقول الجانب السياسي ليش هو البحث عن السلطة يعني عندما أقول الثقافة السياسية يعني التوعية السياسية التنشيئة السياسية هذا كم نفهمين بلال حتم تكلموا باك عن النوع النشاط تعاكم هو النشاط خيري فهمنا طبيعة هذا النشاط هو النشاط اجتماعي عام اجتماعي عام تمسوا كلنا وحي الحياة أكيد الثقافة الاقتصاد سياسة وكلها مرتبطة ببعضها لكن ليس طلب في السلطة نعم نفهمنا فهمنا بليكم توعي وديروا التنشيء مثلا عندما نتحدث عن ضرورة الفعل الانتخابي وعن ضرورة هذا العرس خاصة أننا نقادمون على عرس انتخابي انتخابات رئاس الجمهورية بعد أيام قليلة يعني هذا العرس الانتخابي الذي سيكون في الجزائر يجب أن يكون هناك توعية شاملة للمواطن من ناحية تغيير بعض الذهنيات وإدراج في عقل هذا المواطن ضرورة الفعل الانتخابي من المفهوم الديمقراطي يعني بهذا المفهوم أهداف الجمعية ما هي أهدافها؟ أولا هي النهوض أولا أهداف الجمعية أو أهداف المجتمع المدني بصفة عامة لا لا حكنا على الجمعية أهداف المنظمة الوطنية الجزائرية للمجتمع المدني تهدف دائما إلى تطوير وصنع السياسة الشاملة عن طريق إدراجها هي نفسها كمؤسسة مدنية من خلال الاقتراح مثلا اقتراح من خلال إيجاد الحلول من كذلك مشاركة في صنع الحلول مشاركة في صنع الحلول باعتباره الشريك اجتماعي كما قلنا صحيح أنتم توسطوا صوت المواطنة في الأخير لتساعدوا المواطنين بيش تتقربوهم إلى المسؤولين إلى غير ذلك هذا كم يدخل ضمن نشاط الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني أكيد فالمجتمع المدني كما قلت أن الدولة الجزائرية جعلت منه وسيلة تطوعية من أجل مشاركة الإدارة ومشاركة مؤسسة الدولة من أجل أخلقة الحياة الشاملة طيب الإقبال على هذه المنظمة ولحتى على منظمات المجتمع المدني يزداد حقيقة خلال السنوات الماضية نشوفوا حتى الشباب لم يكن لديهم اهتمام إطلاقا بهذه الأعمال ولو يستقصيوا على الأقل كل الجمعيات اللي نصطفهم في البرنامج يقول لك من كوفيد بدينا نشوفوا إقبال متزايد من الشباب هل هذا صحيح بالنسبة لكم كيف يكون الإقبال وكيف تستقبلون الشاب الأكيد الشاب يجيكم في الجمعية بأفكار مختلفة يجيكم بأفكار ربما تختلف كل شاب عنده مستوى يختلف عن الآخر كيف يكون التعامل مع هذه المستويات وهذه الشرائح الاجتماعية المختلفة أولا يكون بالتأطير يعني بالتأطير وبإعطاء كل ذي حق حقه مثلا في الشخص الذي ينشط ثقافيا يجب مثلا دعمه من ناحية الجانب الثقافي وتبني أفكاره ومحاولة إيصالها إلى إذا كانت دائما تصب في المصلحة العامة طبعا وإيصالها إلى المجتمع إذا كان هذا الشخص مهتم بالجانب الاقتصادي مثلا نساعده في نقل أفكاره إلى السلطات المعنية من أجل كاقتراح وكشراكة من أجل تنمية الاقتصاد كذلك بالنسبة للسياحة بالنسبة لأي مجال من المجالات الأخرى الكثير من الولايات تحتوي على مناطق ظل مناطق ظل فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية فيما يتعلق بالكثير من المشاكل تعاني فيها بعض المناطق في إطار ترقية الحياة العامة لساكنة هذه المناطق دور تعكم يتجاوز ذلك هل تصلون إلى هؤلاء هل تسمعون أصواتهم هل تنقلون انشغالاتهم للمسؤولين كيف يكون التعامل في إطار الإعانات المقدمة وهل توجد حلول في الأخير بلال قلت الإعانات نعم نتكلم على كل عملية يعني عملية التكفل عملية إيصال أصواتهم عملية مساعدتهم كل هذه العملية التي تتخلط ضمن إطار العمل الجمعي أولا يجب أن نعرف شيئا ليس فقط بين قوسي لا أقصد الإعانات التي تملح للجمعيات أقصد بيئة التي يمنحها المتطوعون لهؤلاء الحالات أولا نحن في المنظمة الوطنية الجزائرية لمجتمع المدني المكتب الولائي عن الدفلاء الذي أرأسه حاليا نحن لم نأخذ أي تطوع من قبل ولم نأخذ أي تطوعات من قبل إن شاء الله نتمنى يعطيكم يعاونكم حتى المحسنين يشاركوا في عمل هذه الجمعيات لأنهم في الأخير أنتم راكم تعاونوا راكم تجمعوا للناس تساعدوا للناس وعملت عاكم بين شكرا لك يجب علينا أن نفرق بين أنواع الجمعيات فأنت تتحدث عن الجمعيات الخيرية أنتم راكم جمعية خيرية نحن منظمة مجتمع المدني تتحدث عن المجتمع بصفة عامة يعني ليس جمع التبرعات إلى غير ذلك يعني يمكن الآن أن نقترح مثلا أن نقترح لبعض المسؤولين اقتراحات تقويل اقتصاد بذات المنطقة كما مثلا صحتوما في المنظمة لأكيد عندكم بعض الجمعيات تختموا معهم ربما تعاونوهم ربما تكونوا همزة ووصل لأكيد المنظمة عندها دور أكبر عندها دور يتجاوز تلك الأهداف نتكلموا على بعض المنظمات التي تدخل ضمن المجتمع المدني نشوفها تعمل في تكتولات تعمل في تنسيقيات هل أنتم تعملون في هذا الإطار حتى تصلوا لأكبر عدد ممكن من الناس تقنعوهم تساعدوهم في الولايات أيضا لا تبقاوش كمنظمة ولائية فقط لا هي منظمة وطنية أحكي لي لكل هذا أنا فقط أسأل لكي أسمع الإجابة شكرا لك على السؤال أولا أن المنظمة الوطنية الجزائرية المجتمع المدني هي منظمة وطنية لديها مكاتب ولائية مثلا نحن المكتب الولائي الولايات عين دفلة هذا النشاط هو نشاط تطوعي يقدم فيه الفرد وقدر المستطاع سواء في أي جانب من الجوانب يعني هو نشاط تطوعي لأننا لسنا منتخبين لأنه يوجد فكرة منتشرة أن المجتمع المدني يمثل الشعب غير أنني أحيانا يعني من ناحية فكرية أرى أن المجتمع المدني لا يمثل الشعب لماذا؟ لأننا عندما نذهب إلى الدستور الجزائري نجد أن مادة من مواده تقول يعبر الشعب عن إرادته بمجالس منتخبة المجتمع المدني لم ينتخبه الشعب هو يوصل انشغالات الشعب لكن ليس منتخبا هل فهمت قصدي؟ يعني من هذا المفهوم يمكننا أن نقول أن كل شخص متطوع في منظمة ينشط على قدر استطاعته شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات سيد بلايك وتضيفي هذا صباح أتمنى لك كل التوفيق وأيضا كل هذه المعلومات التي استفدنا منها وحتى اكتشفناها لأول مرة معك شكرا جزيلا شكرا لكم كثيرا على الدعوة والاستضافة وشكرا لقناة الشروق المذيافة وشكرا للمشاهدين الأكارم الذين شاهدونا اليوم السلام عليكم أهلا وسهلا الموضوع هذا اليوم هو قلة النوم خلال فصل الصيف تداعيات الصحية والاضطرابات التي يتسبب فيها قلة النوم خلال فصل الصيف نظرا للصهر الشديد والتعب لمناقشة هذا الموضوع بأتكيد أسعد باستضافة عبر تقنية سكايب الطبيب المختص في الصحة العمومية طبيب حند كواش دكتور صباحك سعيد وأهلا بك أهلا وسهلا صباح النور مرحبا أهلا وسهلا أكيد دكتور كواش أنه خلال فصل الصيف تتغير العداد اليومية يتغير نمط النوم جودة النوم تتغير كل هذه الأمور أولا لماذا؟ جيد أكيد إنسان دائما عنده معروف الساعة البيولوجية الخاصة بالنوم والاستيقاظ وهذه الساعة البيولوجية تختلف حسب درجة الحرارة وتختلف كذلك حسب عفوا حسب الفصول ولكن للأسف عندما يحول فصل الصيف نحن نخالف الساعة البيولوجية أكيد أن حتى ساعة النوم حتى صالة أبوما حتى العيشاء تختلف صالة المغرب تختلف ولكن نحن لا نحترم التوقيت من فرق أن حتى بما صالة العيشاء تكون ساعة متأخرة تقريبا العاشرة حتى العاشرة ونصف بعض الأحيان قد تصل ولكن التعود الإنسان أو التزامه بنمط بيولوجي جديد مخالف لإحتياجات بسمه من خلال الصهر من ساعات متأخرة وكذلك الاستيقاظ متأخر هذه كلها أمور يجب أن يتخلص منها لأنها مضرة بالسحة بشكل كبير جدا بالإضافة إلى بعض النشاطات يعني كلمة العائلة تحب تجول ليلا أو الصمر الليل أو التوجه إلى زالة الأهل والأقارب أو حتى لأماكن الصياف شوفنا حتى أماكن الصياف وأماكن التنزل يبقوا الناس بساعات متأخرة هذا من الجانب الصحي مضر بشكل كبير جدا حتى لو نتكلم عن الأسباب الطبية دكتور لأنه فصل الصيف تحدث الكثير من المشاكل الصحية تجعل من المريض لا ينام ليلا بشكل باكر يعني لو نتكلموا على الناس التي تشدهم الضيقة ولا الضيق التنفس كي الناس يشدهم عدة أعراض طبية معينات تؤخر من النوم ومن جودة النوم ما هي هذه الأعراض بالإضافة إلى الحساسية ارتفاع الرطوبة إلى غير ذلك جيد نعم أكيد أن اضطرابات النوم التي تظهر بشكل كبير جدا في فصل الصيف هي مرتبطة أولا هناك جانب الخاص بالحرارة الأكيد أن الاتفاع المعتبر في الحرارة يقولك الكثير من الأشخاص يقولك لا أستطيع النوم يعني لا أستطيع النوم لأن الحرارة مرتفعة جدا نهيك عن الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة مثلا الأشخاص الذين يعانون من نوبات الربو حساسية تنافسية الأشخاص اللي يعانون من السمنة أو البدنة كذلك يتأثرون بدرجة الحرارة لأن هيك كذلك أو الحالات الأخرى المرتبطة بالرضع والأطفال كذلك يلقون صعوبة كبيرة جدا انتجت الحرارة المرتفعة والتعرق وفي بعض الأحيان حتى النموس بما يؤرق كذلك من الأشخاص يقول حتى أن الحشرات حشرات تنتشر في فصل الصيف كذلك تؤثر على القدرة على النوم أو على الساعة البيولوجية ولننسى أمر مهم جدا أخي شريف وهي قضية ظاهرة الوجبات الغذائية التي تنتم تناولها في فصل الصيف يعني المفروع أننا نأكل أو نأكل واجبة العشاء مبكرا وليس متأخرا لأن عندما نأكل بشكل بكمية كبيرة جدا في فترة متأخرة أكيد هذا عسر الهضم كذلك يسبب الأرق وصعوبة النوم ذيف إلى ذلك نوعية الوجبات التي نأكلها في فصل الصيف خاصة من الوجبات الثقيلة الدهنية التي تسبب عسر الهضم كذلك تناول المشروبات الغازية والمرطبات والحلاوية في الفترة الليلية يعني كثير من الناس يقول لك أنا لا أستطيع النوم لو تسأله على وجباته يقول لك نأكل المرطبات في الليل بكمية كبيرة نأكل المشروبات الغازية الحلاويات كيف تؤثر هذه الوجبات هذه الوجبات ترفع نسبة السكر في الدم سريع الامتصاص يعني من المشروبات الغازية إلى آخره فهذا يؤدي إلى تنشيط بما الجهاز العصبي تكون كأنك في حال تأهب ولهذا يلقى كثير من الأشخاص صعوبة في النوم نهيك عن المنبهات المختلفة كتدخين والقهوة والشيء التي نرى كثير من الأشخاص يصهرون لساعات متأخرة ويبما يتناولون هذا النوع من المشروبات كل قهوة والشيء نهيك عن طيب دكتور كين حتى بعض الأسباب التي تتعلق بالتكنولوجيات الحديثة استخدام الهاتف الذكي استخدام الأجهزة الإلكترونية واللوحيات جيد أكيد هذا النوع من النشاط البدء الذهني أو العصبي الذي ظهر في السنوات الآخرة وهي الصهر مع الوسائل التكنولوجية المختلفة فيه من يبقى لساعات متأخرة أمام شاشات التلفاز منهم من يستعين بالهواتف الذكية أو اللوحات الذكية منهم حتى من يقوم بدحوث ودراسات في الفترة الليلية مع الكمبيوتر وهذا أمر خطير جدا يجب أن ننتبه بأن تأثيراتها قوية جدا على الدماغ لأن حتى ننام سيدي يجب أن نفهم نقطة مهمة جدا حتى ننام نحتاج إلى ظروف معينة وأنت لم توفر الظروف المعينة المتعلقة بالهدوء والإضاءة والحرارة والرطوبة إلى آخره هذه الأمور كلها نهملها ونطلب النوم مستحيل جدا ويجب أن ننتبه إلى نقطة مهمة جدا يعني عندنا في دماغنا غدة تسمى الغدة السنوبارية هذه المعلومة علمية ورائعة جدا لدينا في دماغنا غدة تسمى الغدة السنوبارية تعمل بعد صلاة العيشة تقريبا ساعة العاشرة وهذه الغدة ليست مرتبطة بوقت معين ولكن مرتبطة بالفصول يعني دائما عندما يحل الظلام عندما يحل الظلام هي تنشط ونذكركم بأن هذه الغدة تفرز مادة الميراطونين هذه المادة هي المسؤولة على الرغبة في النوم وجودة النوم وجودة النوم بالفعل سيدي لأن حتى الآن كثير من الأنماط العلاجية الحديثة أصبحت تعطي مكملات غذائية ومواد كيميائية تحتوي على مادة الميراطونين طيب دكتور حتى نذهب إلى الحلو لاحقا نتكلم على بعض العادات السيئة التي تجعل من النوم في فصل الصيف أشبه بالمستحيل حتى يتحول حتى تتحول هذه الظاهرة إلى مشكل كبير فيما يتعلق بالصحة العامة كيف يمكن أن تحدث أو تحدث تداعيات وما هي هذه التداعيات جيد أكيد النقطة الأولى التي نبه إليها سيدة المشاهين هو قضية الواجبات يعني تجنب الواجبات الثقيلة تعشها بشكل مبكر حتى لا يكون هناك عصر الهضر حتى لا نعاني من خلون العصبي وإضطرابات الهضمية التي تصعب عملية النوم تجنب المنبهات المختلفة كالقهوة والشاي وحتى المشروبات الصودة المختلفة التي تتوي على نسبة كافيين مرتفعة جدا الكافيين منشطة في حديث ومحذرية كذلك هذه النقطة نرجع إليها من خلال بما النس التي تغير أماكن النوم اليوم يرقود في الصفحة زيادة سهلة المقليات والأكل الخفيف أيضا أكيد الواجبات السريعة خطيرة جدا الواجبات السريعة التي تتوي على نسبة الدهون المرتفعة ونسبة الدهون المرتفعة تؤدي إلى الجفاف وتؤدي إلى حاجة الجسم إلى الماء فنشعر بصعوبة وأرقفة في النوم وننوه الدكتور أستسمحك لمشاهدين أنهم يمكنكم تواصل مع الدكتور محنط كواش مباشرة على الهواء من أجل طرح إنشغلاتكم واسئلاتكم أكيد هنا كثير من الناس يقول لك ما هي الطريقة المناسبة للنوم وما هي الطريقة الصحيحة للنوم الطريقة الصحيحة للنوم يعني كل الخبراء يؤكدون على أننا يجب أن نتعلم شيء معين وهو الأولى أننا نختار مكان واحد للنوم لا نغير النوم أماكن النوم سيدي عندك مكان اختار مكان واحد للنوم لا تغير المكان لا تغير الغطاء لا تغير الوسادة يعني لأن الجسم تعود على نمط معين في النوم إذا غيرت الوسادة حتى النساء يذهب إلى فندق فاخر في كل امتيازاته لكن لا ينام لأنه تعود على نوع معين من السرير وعلى نوع معين من البسادة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أن يكون مكان هادئ أماكن هادئة مهمة جدا أن نختار مكان هادئ لأن أقول لكم كثير من الناس يسكنون القرب من المحطات المسافرية نتوقف عند هذه النصيحة الثالثة حتى نأخذ اتصالات المشاهدين دكتور سنعود بالتأكيد لتفصيل لاحقا ألوه صباح الخير ألوه صباح الخير صباح النور دكتور معك محمد الدكتورة في الاستماع تفضل عندك سؤال أنا من الجلفة من البيئرين مرحبا بك بكل سكان الجلفة رحب بك خير إن شاء الله حب نسقطي دكتور عندي ارتكاء هذا تردودات النوم الليل ما نرغلش ناستنزج مرات ثلاثة وفي النهات السماء ما نرغلش خلاص وذي يفو يوقع لي صداع فراسي فشلتي قوائمي وندوخ ورطاق دائم لها عندك شوية ممورة ممورة عيما يخدمش بزيار دكتور لو عندك سؤالات فرد الله ويستمافي إن شاء الله فراسي يسقسيك طبيب بعض الأسئلة ومساعد لكل اللي راهم يشوفوا فينا من ولاية الجلفة بالتأكيد دكتور تفضل نجيب على المتصل أكيد تحياتي لكل دمسكان ولاية الجلفة أكيد من نسبة لهذا الشخص الذي في عمره 65 سنة نذكر سادة الموشعيني بأننا عندما نتقدم في السن تقل ساعات النوم يعني في عكس الشباب يعني كل ما قدموا في السن نحن نحتاج من ثم ساعات إلى 15 ساعات بعد ذلك هذه الساعات تقل بشكل كبير جدا قال أنه يشعر بالإرهاق الشديد والتعب الشديد والألاف المفاصل والاضطرابات الذاكرة نعم مادم عنده اضطرابات في النوم وعنده الجسم لا يأخذ حقه من النوم أكيد هذا سوف ينعكس بشكل مباشر على الجانب العصبي والجانب البدني سوف يشعر بالإرهاقات بما الاحتمال الوارد في حالته الصحية أنه مرتبط بحالة عصبية أو حالة نفسية يعني أنه يعاني من مشكل أو اضطراباته يعني نفسية أو عصبية فعليه مراجعة الطبيب للتأكد من إذا كان لا يعاني أي شكل عصبية ويقوم بتحالي الطبيب لتأكد في حالة حدود أي مرض قد يكون يعيق المسبب في اضطرابات النوم يعني أفهم من كلامك تكتور أنه يجب أن توجه إلى طبيب مختص للتشخيص نعم نعم لأنه إذا كان لما يعاني من مشكل نفسية أو عصبية يعني بما يفكر بشكل كبير جدا يعني دائما عقله يفكر بالتالي هذا ما يعرف بالسبب في الاستيقاظ المتكرر يعني أنه يعاني من اضطرابات عصبية وإضطرابات نفسية نعم قد يكون هي السبب في ما يحدث له أغلب دراسات دكتور كواش تتحدث على أن للنوم أهمية كبيرة فيما يتعلق بتحسين بناء الجسم العضلات النمو إلى غير ذلك يعني كيف تؤثر قلة النوم على هذه العملية جيد سؤالكم متجددا قلت قبل قليل بأن في الدماغ غدة تسمى الغدة صنوبرية هذه الغدة تعمل في الفترة الليلية وتحدث إلى ظلام كبير جدا وإلى هدوء هذه الغدة تقوم بإفراث مادة الميراطونين التي تتخلص الجسم من مختلف السموم وخاصة تقتل الخلايا السرطانية وبالتالي علينا أن ننتبه بأن اضطرابات النوم للي بأن الشخص قد يعاني من نوبات عصبية اضطرابات النوم قد تؤدي أو تدل بأن الشخص يعاني من اضطرابات مرضية يعني الطفل كما نعلم بأن الأطفال والرضاع حعفون إذا شفناه بأنهم لا ينامون قد يكون الأمر راجع لأنه لا يشبع أو راجع لأنه نأخذ اتصال الدكتور نظراً لوقت المشاهدين عالو سباح الخير عالو سباح الخير عالو عالو ربما أن الاتصال انقطع نواصل للفكرة الدكتور نعم سيد وسط المكالمة تفضل الدكتور عالو سباح الخير عالو سباح الخير ماذا مش كون معنا ومنون تصلي بنا معك من الواد مرحبا بك عالو عندك سؤال في الموضوع عندي ماذا قلت لي عندك سؤال في الموضوع ما دامت فضلي أنا نسمعه فيك عندي سؤال عندي مشكلة كانت على الأرق والإرهاق الأرق والإرهاق يعني لا ترغب يعني لا ترغب يعني لا ترغب يعني النوم يعني النوم تلك ما هو ثابت عندك انطرابات وقتا ما ترغب دينتها غالبا وعندي مشكلة شغل يعني سهبت لي لطنسيونا دائما ما عليش خلينا نتكلمه على وقت النوم عليش حال ترغب دينتها مرغب والله الوحدة الزوج الوحدة الزوج يعني تصاري يعني تصاري جيد جيد سنتها كم عمرك سيدتي من فضلك سكتلي شحال عمرك مادام شحال سنتعك 28 سنة 28 سنة جيد أعطيك صحة شكرا على الاتصال سأعطيك بعض نصائح دكتور كواش سأتسفدي بها بإذن الله جيد جاوبوا المتصلة دكتور نعم أكيد بما هنا لحظنا بأن تعودت على النوم على الساعة الواحدة وهنا كالثة يعني يجب أن نفهم بأن إذا كنا ننام بشكل متأخي أو في ساعة متأخرة فلا يمكن الجسم أن يأخذ حقه من النوم يعني هذه نقطة مهمة جدا وليمكن لساعات النوم النهرية أن تعوض ساعات النوم الليلية يعني كثير من الأشخاص يقول لك أنا أصحر لساعات متأخرة ولكن أنام في النهر النوم في النهر لا يعوض ساعات الليل أنني قلت قبل قليل بأن هناك غدسة نوبرية تفرز مادة الميلاتونية وهذه الغدسة يعني تعمل في الظلام وتعمل في ساعة مبكرة يعني تقريبا ساعة العاشرة في فصل الصيف العاشرة وعاشرة ونصف ولكن هذه المدى لا تفرز إذا كان فيه ذرجيج إذا كانت في إضاءة هذه النقطة يجب أن ننتبه إليها وبالتالي نومك على الساعة الوحيدة لا يعني أن الجسم تخلص من السموم ومن الخلايا السرطانية وهذا الشيء لسبب الإرهاق ولكن هذا لا يعني أن يجب عليك استشارة طبيب لقيام بتحاليل طبية قد تكون الأمر راجع للأنيميا أو مشكلة في فيتامين دل أو في الكارسيون طيب نواصف التدايات تحدثنا أنه لقلة النوم تدايات وخيمة على الجسم ما هي هذه التدايات تفضل دكتور جيد قلت بأن الأشخاص الذين لا يقولون حقهم من النوم يعانون من اضطرابات بدنية صحية واضطرابات عصبية بالنسبة للإضطرابات النومية وهي عندنا كثير من الأشخاص يعانون من نوبات من الصداع المزمين كذلك بالنسبة لحالات من ضيقة النفس وكذلك هؤلاء مهددون بأمراض القلب والشريين والسكت القلبية والسكت الدماغية لأن قلت بأن الخلايا السرطانية نتخلص منها في الفترة الليلية ونحتاج إلى هدوء ونحتاج إلى ظلام هذه النقطة بالإضافة إلى الحالة العصبية أغلبية الأشخاص الذين يأخذون حقهم من النوم تلقاهم يعني عندهم مرضودية ضعيفة جدا في العمل أو في التواصل الاجتماعي أي عندهم نسبة القلق والتوتر والإنفعال شديدة جدا نعم دكتور نأخذ اتصال عندي أنا أبلغ من العمر ستين سنة ويعني رغم أن ينتعب وننشط يعني ما نشعر يعني قاعدة ولا رغم المهنة لنخدمها مهنة التعليم وهذا لكن عندي اضطرابات كثيرة في النوم ما نرقد شبه بزد طيب خلينا ننسق سيك مدام قبل ما نسق سيك الطبيب خلينا نسق سيك سؤال هو حول مهنة تعليم مهنة تعليم أكيد مهنة شاقة فيها القلقة فيها الكثير من التوتر أغم التعب أنا نظن نحب نرقد يجيني نعاس لكن عندما نمشي للنوم يروح علي النوم ونفطن بكري يعني بكري نفطن نخليك مع الدكتور كواش دكتور كواش تفضل إلي عندك أسئلة وعندي فوداء حاد على الجهة العينين وكامل الأمر باصل جدا سوف أجيبها شكرا شكرا لك مدام بقية وفية للبرنامج شكرا جزيلا على هذه المكالمة إذا أنت وجهوا لك دكتور لإجابة المتصلة نعم سيدة قطنا نقطتين مهمتين العام الأول أنها في التعليم والعام الثاني هو السن أنا تعملت نستقصيها دكتور على التعليم لأنه تعليم مهنة شاقة فيها اللعية فيها التوتر فيها الكثير من الأمور تصيب الصداع على ما أعتقد نعم بالفعل أولا ذكرت نقطة مهمة جدا قد أنني رغم أنني أتعب ولا أنام ولكن يجب أن نرجع إلى نقطة مهمة جدا وهو السن ستين سنة قلت قبل قليل بأننا كل من تقدم في السن حاجة الجسم تقل لكن الآن نحن أمام إمرأة الأمر يختلف بين المرأة والراجل يعني الستين سنة يعني الآن الاترابة النوم هو راجعة لسن اليأس وليس لأمر آخر ولسن اليأس بعد ستين سنة أكيد أن تتوقف الدورة الشهرية فتقل بعض الهرمونات المهمة جدا في توازن العصبي والنفس لدى المرأة واترابة النوم التي تعاني من هذه السيدة أمر بسيط جدا أنصحك بذلك زيادة الطبيب لأخذ بعض الهرمونات وكذلك لأخذ الكالسيوم لأن أنت شعرين بنوبات من الحرارة الشديدة جدا في جسم الإنسان والأرق وصعوبة النوم هذا لنرجع لخفاظ بعض الهرمونات في جسمك بعد مرورك لمحة سن اليأس ونقص الكالسيوم فقط استشاري الطبيب ونحن دواء بسيط جدا وتسجيعين عافيتك وساعات النوم الطبيعية طيب دكتور محنت كواش كسؤال أخير نقدم جمعة من النصائح للمشاهدين والمتابعين فيما يتعلق بتحسين جودة النوم ووضع برنامج خاص من أجل تحسين ذلك كيف يكون؟ نعم بالنسبة للبرنامج الصحي الذي ننصح به هم المشاهدين بصفة عامة أولا أن نتعود على نظام بيولوجي لساعة النوم وساعة الاستيقظ أن نحترمه بشكل كيبير جدا تجنبه الصهر لأن الصهر هو بوابع للإصابة مختلفة في الأمراض وحتى السكتة القلبية والسكتة الدماغية أن نختار مكان فيه هدوء مكان فيه ظلام مكان ليكون لا ساخن ولا بارد تجنب الضغضاء لأن سكان المدن وسكان اللي يسكنون في القرب المطارات يعانون من إضطرابات عصبية يظنون أنه ينامون ولكن في الأصل الدماغ لا ينام لأنه يحتاج إلى هدوء كبير جدا تجنبه الوجبات الثقيلة المنبهات كالقهوة والشاي والسكريات والتدخين إلى آخره فهو يضر بالإضافة إلى ضرورة ممارسة الرياضة والجهد البدني نصحكم دائما إنسان أنه يجتهد لأن إنسان عندما يجتهد ويعمل ويمارس الرياضة ويعيه نشط بدني بسيط جدا يمكنه من النوم بشكل مريح أي اضطرابات للنوم دليل على وجود مشكل بدني أو مشكل عصبي ضرورة استشارة الطبيب لأخذ التدابير الصحية المهمة شكرا جزيلا